هاي دي وصفة امتبه البابا غنوج من اطيب الوصفات بالامتبالات خاصة لعشاء البتنجان مشهورة عند كل اهل بلاد الشام نعمل البتنجان مشوي ومنشوي معه بندورة وحبت فلايف لحمره حلوة نفرم له بصلة وبيتتبه المعتوم وليمون وزيت زيتون ولا اطيب منه دايما منحب نحط عليه انا طريقتي رمان وجوز مجروش على الوش مع زيت الزيتون والبقدونس بيعطيه طعم كتير طيب ومميز معه عنا بلبنان بالمطاعم بيعملوه طبلية بيعملوا البتنجان وبيشووه وبيحطوه بالنص وعلى جنب بيحطو الخضرة المتبلة مثل البندورة المشوية والفلايفلة المشوية وبصل نايم مفروم مربعات وكل واحد بياخد قطعة من هيدا المتبل وبيحطها بصحنه بيعملوا طازة بيكون اسمه طبلية بابا غنوج ان شاء الله برجع بصوركم ياها زمان نزلتها عندي بالاكاونت ورح ارجع ايدا لكم كنت مقدمي هيدا للمتبل مع كباب مشوي مع رز مع كبب مشوية ع السيخ وبطاطا مقلية وصحن متبل باتنجان اول شي رح نشوي الباتنجان عندي هيدا الحديدة بحطها تحت التناجر كتير ممتازة وبيشوي علي الخضرة والهامبرغر واي انواع من اللحوم والعرائس ما بتلزق عليها ابدا بعد ما شويت الباتنجان شويت حبة فلايفلي حمرة حلوة كبيرة وحبتين بنادورة حمر كبار هلأ بالنسبة للباتنجان انا بعد ما شوي بقصه بالنص بجيب معلقة وبطلع القلب منه بكل سهولة بهيدا الطريقة شوفوا كيفي بطلع القلب معنا بدون ما نوسخ او نقشر بكل سهولة بسحب القلب بس خلوه على جنب لا يبرد معكن شي عشر دقايق بعدين شقوا بالنص وطلعوا القلب منه بعد ما طلع القلب من الباتنجان رح نفرموا على السكين هلأ بطلع كل الحبات بقشرهم بهيدا الطريقة وبعدين ببدأ افرموا على السكين نشوفوا القشرة شرقيقة انا عندي هيدا السكينة كتير بحب افرم فيها خضرة او للمتبل لكتير اشياء بيستخدمها موجودة بليكويت باسواق الشعبية بتلاقوها او اذا بتكون باي سكينة عادية بس الباتنجان ما بينعمل على المكنة ابدا لا بعمنوا لوصفة لمتبل الباتنجان على المكنة ولا لمتبل بابا غنوج او فرموا بالسكينة ناعم بهيدا الطريقة بعد ما فرمنا الباتنجان رح نشيلهم ونجمعهم ونحطهم بجات بعد ما فرمت كل الحبات بهيدا الطريقة هلا عم نشيل قلب الباتنجان المشوي منحطهم بالجات والبنادورة والفلايفلي عم بشويهم عن النار فرمت بصلي حجم وسط مربعات صغيرة نعم البصل ما منش شوي ابدا نفرموا مربعات صغيرة ومنحطوا نايع على البتنجان والبنادورة والفلايفلي بعد ما شويتهم حطيتهم بكيس شي عشر دقايق ربع ساعة وهلأ بكل سهولة بتأشروهم قشرت حبتان البنادورة بفرموا المربعات صغيرة نعمة بعد ما تأشروهم شوفوا بكل سهولة بتأشروا معكم كتير طيبة هيدا الطريقة إذا بتجربوها طبعا كل واحدة بتعملها حسب ما هي متعودة عليها ومتعلم الوصفة وحسب عادة بلادهم فرمت البنادورة كتير مربعات نعمة هيدا أول حبة وهلأ كمان راح نأشر الحبة الثانية ونفس الشي بنعمل بتأشروها بتفرموها مربعات نعمة ومنحطهم فوق البصل والبتنجان والفلايفلي بعد ما أشرتها بفرمها كتير نعمة بهيدا الطريقة مربعات صغيرة وبعد ما تفرموها كمان للفلايفلي وتتأكدوا أنه صارت عنا مربعات كتير صغيرة راح نحطه فوق البتنجان مع البنادورة والبصل بس تتأكدوا أنه صاروا كتير نعمين عنكم بهيدا الطريقة كمان كتير طيبي الفلايفلي الحمرة المشوية نكهتها مع متبل بابا غنوج بس البصل الوحيد يلي إحنا ما منشوي حطيت الفلايفلي فوقهم وهلأ تقريبا صار المتبل جاهز لحتى ضفلوا المكونات اللي بدنا نتبلوا فيها ملح معلقة صغيرة توم مهروس زيت زيتون عصير ثلاث حبات ليمون معلقة صغيرة من الكمون نص معلقة صغيرة كمون أهم شي إن عادل طعم الليمون فيه يكون بارز وزيت الزيتون في ناس بتحط سماء دبس رمان أنا أبدا ما بحط أنا هاي دي طريقتنا من أيام بيت أهلي وإحنا منحضروا بهاي الطريقة خلص بعد ما خلطته وتأكدت من طعمه الملح والليمون والزيت صار كويس عنا الطعم مناسب منحطه بصحن التقديم على الأطراف بقدونس نفرم جوز على السكينة بنحطه على وش المتبل بنحط حبة رمان بتكونوا ترشوا رشة ببري كما بيأسر بس أنا ما بحط زيت زيتون بيكون عنا جاهزة وهيدا قطيب امتبل بابا غنوج مع الخضرة المشوية وزيت الزيتون وعلى وش الرمان والجوز كتير طيب حتى الجوز مش الكل بيحطله بس أنا بحب ضفله جوز بيعطيه طعمي كتير طيب إن شاء الله المرة الجاي رح حضركم طريقته كيف نعمل طبلية بابا غنوج كتير مشهورة عنا بالمطاعم بلبنان وهيدا متبل بتنجان كمان ومتبل الحمص والفتوش وكل هيدا الوصفات موجودة عندي بالأكاونت وهيدا الكباب المشوي بالفرن مع الرز بالزعفران والزرشك وهيدا كبع السيخ إن شاء الله بنزلكم طريقته كتير سهلة وبسيطة طبعا رفيقة هيدا الطبخات أو الوصفات البطاطا المالية اشتركوا في القناة